السلام عليكم اهل المسهلين ومرحبا بكم اخواني اخواتي فيديو جديد من قناتكم قناة المعلم الحر فهذا الفيديو ان شاء الله تعالى سوف نتعرق الى اه ترتيبات والاجراءات الاخيرة اللي كتهم اه عملية الاحصاء العام للسكان والسكنة الفين واربعة وعشرين من بين تعليمات اللي كينا بخصوص مراقبة المعطيات الاحصائية المجمعة يتعين على جميع الفرق في الميدان العمل على مراقبة المعطيات الاحصائية المجمعة بشكل منظم وشامل وذلك من خلال التركيز على الجوانيب التالية مراقبة شمولية الاحصاء اي التأكد من ان جميع البنايات التي تأوي اوصارا او تحتوي على مساكن فارغة او ثانوية او موسمية او مؤسسات للسكان المحسوبين على حدى قد تم توطينها على الخريطة الرقمية واحصاؤها ثم التأكد من كون البنايات التي تظهر بلونها الاصلي على الخريطة ازرق وسجلت بها ملاحظة بناية لا تحتوي على اية اسرة او مسكن فارغ او مؤسسة للمحسوبين على حدى بانها فعلا غير معنية بالاحصاء التأكد من حالة الاسكان بالمساكن الفارغة او الثانوية او الموسمية خاصة في مناطق الاحصاء التي سجل بها عدد كبير من هذه المساكن وذلك بالعودة اليها والاستعانة بالجيران او حراس الامارات وكذلك اعوان السلطة المقدمين الى اخره الحرص على احصاء الاصار غير المحصات او المحصات جزئيا باستعمال تدابير ضرورية وذلك بالعودة اليها خلال فترات احتمال تواجدها بالمسكن مراجعة جودة المعطيات المجمعة علاوة على ضرورة حث الباحثين على تصحيح اخطاء عدم الاتساق بين الاجوبة التي يبرزها التطبيق يتعين ايضا اثناء عملية مراقبة الاجوبة الواردة في استمارة الاسرة والمسكن الحرص على احترام هذا الاتساق كذلك بين الاجوبة المتضمنة في الجوانب التالية اولا تحديد افراد الاسرة والمميزات الديمغرافية التأكد من وجود تطابق ما بين اسماء افراد الاسرة والجنس تانيا الحرص على كتابة شر ازدياد وخصوصا بالنسبة لمواليد سنتي 2023 او 2024 الخصوبة التأكد من صحة المعلومات المجمعة حول الخصوبة في حالة تطابق عدد الابناء لدى المرأة طيلة حياتها وعدد مواليدها خلال 12 شهر الاخيرة التأكد من ان الابناء المتوفين في فصل الخصوبة خلال 12 شهر الاخيرة بالنسبة للمرأة المعنية قد تم تسجيلهم ضمن احداث الوفاة التأكد من ان المواليد الذي نزداد ما بين فاتح شوتنبير 2023 وغشت 2024 قد تم تسجيلهم بالخصوبة خلال 12 شهر الاخيرة بالنسبة للمرأة المعنية تالتا الهجرة الخاصة بالافراد المقيمين بالاسرة التأكد من كتابة اسم الجامعة بوضوح في فصل هجرة مع تسجيل اقليم المناسب تأكد من كتابة نفس الجامعة على مستوى السؤال 5 واحد بالنسبة لأي فرض لم يقوم بهجرة فعلية رغم التغييرات التي قد يعرفها مكان ازدياده نتيجة تغير تقسيم الاداري او التوسع الحضاري الحرص على كتابة اسم الحي بالنسبة للمودر الكبرى نظام المقاطعات التعليم والامية واللغات الحرص على التدقيق في كتابة اسم الديبلوم والتخصص المحصل عليه سواء في اطوار التعليم العامي او التكوين المهني مثلا شهادة تقني متخصص في كرباء السيارات او باكالوريا علوم رياضية الف خمسا النشاط الاقتصادي والتنقل للعمل التأكيد على التفصيل في كتابة المهنة او الحرف الرئيسية للأفراد التأكيد على التفصيل في كتابة النشاط الرئيسي للمؤسسة المشغلة بشكل دقيق إحصاء الأشخاص بدون مأوى على مستوى الجماعات الحضارية والمقاطعات سيتم إحصاء فئة الأشخاص بدون مأوى بالوسط الحضاري يوم الأربعاء 25 شتنبير ابتداء من الساعة الثامنة مساء على مستوى جميع الجماعات الحضارية والمقاطعات والمراكز الحضارية وذلك وفق المنهجية التالية أولا بتنسيق مع المشرف الإقليمي يتعين عقد اجتماعات مسبقة على مستوى الجماعات الحضارية والمقاطعات والمراكز الحضارية بحضور المشرفين الجماعيين وممثل السلطات المحلية والقوات المساعدة والأمل الوطني والدرك الملكي من أجل شرح أهداف هذه العملية وتقدير عدد الأشخاص بدون مأوى وتحديد أماكن تواجدهم على مستوى هذه الوحدات الإدارية وكذا الاتفاق على منهجية تنظيم الأشغال الميدانية ثانيا سيتم تنظيم عملية المسح الميداني حسب التقديرات الأولية لعدد الأشخاص بدون مأوى وذلك بتكليف فريق واحد أو عدة فرق كل فريق مكون من ثلاثة باحثين ومراقب ذكور للقيام بعملية الإحصاء على مستوى كل جماعة حضارية أو مقاطعة أو مركز حضاري ثالثا كل فريق سيكون مرفقا بأعوان السلطة والقوات المساعدة ورجال الأمن الوطني أو الدرك تفاديا لحدود أي مشكل أو حديث في الميدان رابعا ستنطلق عملية الإحصاء يوم الأربعة 25 شتنبير ابتداء من الساعة الثامنة مساء وستستمر حتى نهاية المسح الجغرافي لجميع الأماكن المعنية التي تم تحديدها مسبقا مع السلطة المحلية خامسا ينبغي تشكيل فرقة أو فرق مكونة من باحثين رسميين يشتغلون بنفس الجماعة الحضارية أو المقاطعة أو المركز الحضاري كما يمكن الاستعانة بالمراقبين والباحثين الاحتياتين وتختلف طريقة الولوج لاستمارة الأشخاص بدون مأوى حسب كل فئة الباحث الرسمي يقوم بإحصاء الأشخاص بدون مأوى مباشرة بعد ولوجه إلى الواجهة المخصصة لاستمارة الأشخاص بدون مأوى حيث ستلحق جميع الاستمارات التي سيعبئها أوطوماتيكيا بمنطقة الإحصاء لمسندة إليه المراقب أو الباحث الاحتياطي بعد ولوجه إلى الواجهة المخصصة لاستمارة الأشخاص بدون مأوى يتعين عليه أولا تسجيل رمز وطني لمنطقة الإحصاء تنتمي إلى نفس منطقة الإشراف الجماعية التي عين بها ونفس الجماعة أو المقاطعة أو المركز الحضاري حيث ستلحق جميع الاستمارات التي سيعبئها أوطوماتيكيا بهذه المنطقة وسيتكلف لمشرف الجماعي بمده بهذا الرمز سادسا أثناء تعبئة الاستمارة المخصصة لأشخاص بدون مأوى يجب اعتماد مفهوم الأسراء حسب مفهوم الإحصاء بحيث إذا تبين أن هناك أشخاص تربطهم قاربا يجب اعتبارهم كأسراء مستقلة وتخصيص استمارة خاصة بهم وإلا وجب اعتبار كل فرد بمتابة أسرة فردية وتخصص له استمارة واحدة ملاحظة هامة خلال عملية الاستجواب قد يمكن مصادفة أشخاص معاقلة دهنيا أو ليسوا في وعيهم وقد تبقى بعض الأجوبة ناقصة في هذه الحالة يتم الاكتفاء بالمعطيات المتوفرة وتدوين ذلك في خانط الملاحظات على مستوى الاستمارة علاش جلس استمارات في إحصاء 2024 لاستمارة قصيرة والاستمارة الطويلة استعمال جلس استمارات قصيرة وطويلة كيسمح لنا باستجميع المعطيات بشكل فعال وبنفس الجودة في وقت قصير وكيمكننا من ترشيد استعمال الموارد البشرية والمادية لا يشكى الطرق الاستمارة القصيرة أسئلة ديال هذه الاستمارة القصيرة كي يجعبوا عليها جميع سكان المغرب تحديد عدد السكان وخاصيتها من الديمغرافية تجميع مواطيات عن العمر الجينستك والأسار والحالة المدنية مقاربة الظواهر نادرة دراسة الهجرة الدولية الهجرة الرجوعية ومعدلة الوفيات تحديد أنواع المسكن أو أنواع السكان تحديد وتصنيف أنواع المساكن المختلفة إنشاء قواعد المعينة تجميع المواطيات لغادي يتمكن من بناء قواعد المعينة المعتمدة في إجراء البحوث لإحصائية المستقبلية وشنو بخصوص الاستمارة الطويلة؟ تغطية 30% من الأسار على السعيد الوطني بمعنى هذه الاستمارة المطولة موجها فقط لوحدة الفئة معينة من السكان يعني 30% قريبا إذا قلنا تشمل حوالي 30% من الأسار وتقدم بيانات واضحة عن الخاصائص الديمغرافية والتقافية والاجتماعية والاقتصادية مواضيع موسعة تتناول مواضيع إضافية مثل استعمال تكنولوجيا التغطية الصحية الخصوبة الإعاقة الهجرة الداخلية الأمية اللغات التعليم والنشاط الاقتصادي دقة تقديرات استهدافة في المئة من الأسار يوفر تقديرات دقيقة بفضل التقنيات الإحصائية المتطورة على صعيد مختلف الوحدات الإدارية وكذلك على مستوى أدق مثل الأحياء والضواوير كيفاش نتعامل مع الباحث الإحصائي؟ أولا نرحب به نبييلي حسن الضيافة ونتعاون معاه ثانيا نكون صادق في الأجوبة ذيالي إذن نجاوب على أسئلة الباحث بكون صراحة جابتي غير تساهم في توفير بيانات دقيقة وتساعد في نجاح عملية الإحصاء ثلاثة نحترم الوقت الباحث عنده جدول زماني محدد لكل عائلة نحاول نجاوب بسرعة وفعالية رابعا نطرح الأسئلة عند الضرورة عندي أي استفسارات حول العملية ما نترضدش باش نسول نختموها الفيديو هذا بهذه الصورة التي هي بتاريخ اليوم الأربعاء 25 شتنبير 2024 كما تلاحظون هذا هو أخير تحديد في الأسفل كما تشوفوا الإرسال النهائي وتسليم اللوحة هذا الشيء يدل على أننا وصلنا للمراحل الأخيرة لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنة يعني بعد مراجعة الاستمارات وتعبئة الاستمارات الفارغة يعني المساكين ديالها كنا مشينا ولقيناها مثلا مساكين فارغة عاود ندير زيارة في الأخير باش نتأكدوا فعلا بأنه رابعا ما كنش فيها تشيحد ثم كندير المراجعة ديال الاستمارات ثم ندير الإرسال النهائي ثم نقوم بتسليم اللوحة وبذلك تنتهي عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة وينتهي دورنا كباحثين وكمراقبين في انتظار انتهاء باقي العمليات كذلك الجهوية والمركزية نتمنى انه يكون هذا الفيديو هذا أفادكم ونتمنى انكم تركونا واحد تعليق محفز وجيم للفيديو كذلك الاشتراك في القناة دمتم في أمان الله وإلى اللقاء